في التقارير التلفزيونية اللي يقدمونها في المسابقات هذه الطلاب يستخدموا هذا الجهاز اللي هو العداد أو يستخدموا يدهم ولا ما يستخدمونها هم يحفظون العداد حفظ في الذهن ممتاز من كثر ما يستخدمونه يبدون يحفظونها خلاص سير مرسم في الذهن فهو يستخدموا ذهنيا يتخيلوا أنه قدامه يقوم يرفع خرزة ذهنيا وينزلها ويرفعها ويكون الرقم قدامه تمام في البداية بس هو يستخدم العداد العداد هذا إيش فكرته بس لو تعطينا كذا عداد عبارة يمكن تأخذه في يدك أيوة هو عبارة عن خرزات أيوة كل خرزة لها رقم معين بحيث أن كل ما تكرر استخدامه كل ما تحفظه فاله تفهمها ممتاز فتتعدى المدرس ولا للحاسبة ومن هذه الأشياء في حين كل خرزة الأعداد الخرزات اللي فوق قيمتها خمسة يعني هذه خمسة خمسين خمسمية خمسالاف يعني الخانات أحاد عشرات تمام وهذه الأحاد آه ممتاز فلما أنا أرفع أنزل خمسة وأرفع واحد كيسارت ستة سبعة ثمانية تسعة وإذا أجات عشرة أرفع خرزة من هنا آه في اللي جنبة أي في اللي جنبة ممتاز فإسمع عشرة وكما يسمونه الكورس الحساب الذهني كم سنة أنت درست الحسابات الذهنية هذه من أولى ابتداء إلى أنسادس إلى أنسادس ما شاء الله صف؟ أولو أدخل على المتوسط ما شاء الله تبارك الله جميل طيب ترجمة نانسي قنقر